اشتركوا في القناة اذا لم تجد اجابة عن هذا التساؤل فشاهد هذا المقطع ولكن قبل ان نبدأ اثبت وجودك بالصلاة على النبي العدنان حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو ليصلك من كل جديد باذن الله لعل احد اهم الاسباب التي اسهمت في ضياع اصار اصابع قدمي النبي ابراهيم الازمنة المتعاقبة وتعامل البشر مع المقام بحسب تقرير مصور نقلته قناة الاخبارية يتناول اسباب اختفاء الاصابع من مقام النبي الله ابراهيم عليه السلام المجاور للكعبة المشرفة وتاريخ التحسينات التي اجريت للمقام واشر التقرير الى ان المقام خضع لسلسلة من التعديلات التي كانت تهدف للمحافظة عليه منها تحسينات اجريت في عهد الدولة السعودية بدءا من وضعه في قالب مزخرف باشكال هندسية متميزة وصولا الى احاطته بزجاج غير قابل للكسر في عهد الملك فيصل وقال استاذ التاريخ الحديث في جامعة ام القرى الدكتور يوسف الثقفي المقام بقي على حالته حتى عهد رسول الله الذي رأى ابعاده بمقدار عشرة امطار تقريبا عن الكعبة المشرفة الى جهة الشرك لتيسير عملية طواف الحجاج كما اشر الى ان المقام اجريت له تحسينات في العهدين العباسي والمملكي ومقام ابراهيم عليه السلام يقع في صحن الكعبة المشرفة زو مظهر باللوري مذهب ويقوطة من يواقية الجنة له العديد من الفضائل وورد ذكره في الكرآن الكريم والمقام حجر اسري قام عليها النبي ابراهيم عند بناء الكعبة المشرفة لما ارتفع البناء اللي يقوم فوقه ويناوله ابنه اسماعيل عليه السلام الحجارة فيضعها بيده اللي رفع الجدار وكان كلما اتم ناحية انتقل الى اخرى يطوف حول الكعبة ويقف عليه حتى اتم بناء جدران الكعبة المشرفة الاربعة حتى تبعت اثار قدميه على الحجر ولا تزال حتى الان ويشير المؤرخون الى ان صفة حجر المقام رخوة من نوع حجر الماء ولم يكن من الحجر الصوان وهو مربع ومساحته خمسون سنتيمترا في مسلها طولا وعرضها وارتفاعها وفي وسطه اثر قدميه ابراهيم الخليل على شكل حفرتين مستطيلتين وحزي المقام باهتمام الخلفاء والملوك والحكام والامراء فكان اول من حله الخليفة المهدي سنة مئة وستين هجريا حيث بعث بألف دينار لتطبيب المقام بالذهب اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وانتراد عنا وارزقنا حسن الخاتمة وادخلنا جنة الفردوس مع الابرار واجرنا من النار اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وافذ علينا من رحمتك وكرمك وجودك يا الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارقا فيه اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سجدة على أرض مكة اكتبها لي والمن اشتاق لها اللهم اكرمنا بزيارة بيتك الحرام واكرمنا بحج وعمرة مقبولة ان شاء الله في القريب العاجل اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام مع من نحب